لأرواحهم الطاهرة ودمائهم في سبيل إعلاء راية الحق وبحضور محافظ السويداء وأمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي وحشد من أهالي الشهداء وأهالي مدينة شهبة تم زراعة عدد من الأجار حملت أسماء شهداء مدينة شهبة قيمة اليوم احتفالية بمدينة شهبة تكريما لأرواح شهدائنا الأبراغ وتم زراعة عدد من الشجيرات بأسماء شهداء مدينة شهبة شهدائنا العظام مشاعل النور على طريق الحياة وحتى نهاية الحياة يستحقون مننا كل تقدير وأكبار وأحترام لأرواحهم المقدسة سنكون أوفياء لدماء الشهداء من خلال التصدي لأصحاب الأفكار الظلامية الذين أرادوا تخريب هذا الوطن وتخريب نسيجه الاجتماعي وتخريب نسيجه الاقتصادي عهد علينا أن نحافظ وفاء لدماءهم الطاهرة أن نحافظ على ممتلكات الوطن ومؤسسات هذا الوطن من خلال العمل الجاد والعمل الصادق أهالي الشهداء عبروا عن فخرهم بشهادة أبنائهم مؤكدين مواصلة المسيرة وتقديم التضحيات حتى تحرير كامل الأراضي السورية من رجس الإرهاب نحن كل سنة بذكرى شهداء سوريا طبعا من قيم فعالية وطنية بزرع أشجار ومنسمها الشجرة باسم الشهيد السنة كانت الفعالية غير كان مثل ما أنتم شايفين نحن حطينا لافتات باسم الشهيد زرعنا شجرة اشتغلنا لمدة أسبوعين متتاليين كادر كامل كل شجرة مسؤولة عنها أسرة شهيد قول الله يرحم الشهداء ويحمي الجيش ويحميها الوطن ومشكرين عن زهودكم يا عمري الله يرحم الشهداء كلهم ويحمي سوريا ويحمي الجيش عرب السوري ويحمي الرئيس بشار الأسد الحقيقة سيشاركت من فعالية بزرع الصجرة لشهيد حاسة حاليا نعم شارك كل شهداء أسر شهداء السورية لأن الوطن بيستاهل أنه من يضحي لمشانه العالم لحتى يضلي رابرة لازم لذلك أرواح أرضنا حتى تعطينا لذلك دائما واحد يتزكيها بالدم بالدم الطاهر واطرهم الدم الشهيد ما ظن يكون فيه يعني شهداءنا الأبرار قدموا أرواحهم قربانا ليبقى الوطن عزيزا شامخا فبدمائهم الطاهرة سيرسم طريق النصر على الإرهاب بهمة رجال الحق أبطال الجيش العربي السوري